معاكس لاتجاه المجال المسبب اللي هي قاعدة او قانون لينز اللي راح يكون فهاي سنسميها طالما هي معاكسة راح نسميها باك نسميها باك او كاونتر او باك المتعارف عليها باك انديوس ام اف قيمتها هي نفس قيمة الجنريتد انديوس ام اف بالجنريتر اذا تذكرون اللي اشتقيناها ال اي جنريتد شو ساوي لي بالجنريتر الساوي فائزة ان على ستين في بي على اي نفس القيمة هاي راح يولدها المحرك اثناء دورانه راح يولد لي نفس هذا المقدار الانديوس ام اف راح يتولد عندي بس اتجاه شو راح يكون راح يكون باك اندي ام انديوس ام اف اللي تعرف بالباك انديوس ام اف او الكاونتر انديوس ام اف او شوية خربطت المهم زيان فهاي طبعا مقدارة فائزة انا عاستينج ان في بي هاي الباك انديوس ام اف فائلتها كلش كبيرة واتصور شفتوها واضحة جدا بالمختبر انه شفتو انه هاي الباك ام اف احنا بداية ستارتنج هاي الباك انديوس ام اف يمين جتني نتيجة دوران محرك محرك بعدما داير فقيمتها الباك انديوس ام اف صفر بالبداية زيان احنا عدنا القانون شي يقول يقول اي 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 شي يساوي يساوي في ناقص اي على ار اي طبعا بالبداية المحرك بعدما داير اي باك اي باك اي باك عندي صفر فالتيار شي يساوي ساوي ناقص صفر ففي على ار اي فذا قلنا الفي اش قد عندي مية ميت فولت والمقاومة واحد اوم فاش قد رح يصير عندي تيار رح يكون مية على واحد ميت امبير ميت امبير طبعا كبير جدا قد تسبب الى احتراق المحرك فاش احتاج بالستارتنج احتاج اقلي اخلي ستارتنج ريوستات شفتوه المختبر نخلي مقاومة بالبداية اثناء التشغيل حتى اتقلل لي هذا الكيرنت واحافظ على المحرك مجرد المحرك يدور ش رح تتولد رح تتولد الانديو سيم اف وكل ما تزيد سرعته ويوصل للريتد سبيد ماتة السرعة التصميمية رح هي توصل الى قيمتها الاساسية شقد توصل قيمتها توصل قيمتها قريبة جدا من الفي بش تكون اكبر لو اقل تكون اقل من الفي بالمحرك بالجنراتر تكون اكبر من الفي بالمحرك تكون اقل بمقدار قليل فاذا كان هاي 100 هاي شقد رح توصل تقريبا توصل 95 خنقول 100 ناقص 95 يصير 5 على واحد يوصل الامبير التيار الدي مور عندي 5 امبير فشقد كان بستارتنج 100 امبير هسه اتحول بعد انه اتولدت الباكينة انديو سيم اف صارت 5 امبير فهسه بعد ما احتاج الان فاشيلها وشفتوه المختبر ورا يدور المحرك رأسا راح اشيلها هاي الجسمة اما تشورتها او تفرها اا تصفرها فلانت ما تحتاجها هاي من يفايد ليها من يسبب ليها الفائدة ما الباكين ديو سيم اف اللي تولدت عندي بشسمة اللي راح تحافظ لي على المحرك طبعا هي يش راح تكون طبعا قيمتها تتناسب ويا السرعة ليش حسب هذا القانون قيمتها شي الساوي فايزة ان ان هي شنو السرعة فتتناسب طرديا مع السرعة نفس المال جنريتر تتناسب طرديا مع السرعة فكل ما انا احمل على المحرك قيمتها شي صير راح تقل سرعة راح تقل المحرك انا من دي يفتر بسرعة الف وحملته فتحمل معين سرعة شرح تصير بها راح تقل فقلت سرعة راح تقل هاي الباكي ام اث اذا قلت الباكي ام اث التيار شرح يصير بي راح يزيد حتى يعوض لي هذا القدرة او التورك الاضافي اللي تحمل على المحرك فرح يسوي لي بلانس بمقدار هذا التورك طبعا اللي راح يتولد عندي على المحرك حتى يفري بهذا الاشتقاق البسيط التورك يسوي المتولد على الكوندكتر اذا قلنا هذا الكوندكتر وهذا نصف قطر الارمتشر فالفورك شا تساوي التورك يساوي في الذراع اللي هو نصف قطر الارمتشر ويساوي في عدد الموصلات الفورك قلنا شا تساوي بالقانون اللي ذكرنا قبل قليل نحو نعوض البي راح نحولها نشتقها مثل ما اشتقيناها بالجنريتر الارية طلعناها محيط محيط المحيط الارمتشر اقسمها على عدد راح يطيني مسافة الارية اضربه في طول في طول الكوندكتر يطيني الارية فالبي تساوي في على اعوض هذا طبعا الكيرنت اللي يمر عندي بالكوندكتر ايضا يساوي للتيار الارمتشر مقسوم على اعوض كل هاي راح يطلع لي التورك ساوي في زت اي اي على هاي المعادلة العامة اذا ارجع اعوض انه اذن الفاي عندي متغير انا غيره التيار هو متغير بس زت بالبي الزت اي عدد الكوندكتر بالارمتشر والبي number of pools ثابته والتو باي ثابت والأي ثابت فهذا الكي اللي هو ثابت الماكنة اذا تذكرون بالجنيريتر نفس الكي هذا طاعدنا اللي هو زت بي على تو باي اي شنسمي الماشين كونستانت فرح تطلع عندي التورك يتناسب وياما هاي المعادلة تورك يتناسب هاي المعادلة المهمة جدا يتناسب ويا فاي طرديا ويتيار الارمتشر ايضا طرديا اذا زاد عندي تيار الارمتشر راح يزيد التورك طبعا شريد المحرك عنده تورك المحرك بدون تورك ما يقدر يأدي لي الغرض العمل اللي اريد من عنده فالتورك يتناسب اما زيد الفلكس والبول زيد الفلكس راح يزيد عندي التورك او زيد تيار راح يزيد عندي التورك طبعا هذا اشتقاق مطلوب من عدكم زيان هسا عدنا انواع المحركات نفس انواع الجنريترات يعني عندي self excited DC اللي هو يعتمد يكون series DC motor او شانت او compound او سابرة excited او عدنا شنو permanent magnet اللي هو المقناطيس الثابت بال series motor هذا راح يكون بهذا الشكل هذا المقام المقام في احنا طبعا عادة نرسمها بهذا الشكل مقام الفيلد حتى نعرف الميز ها عن المقاوم هذا مقاومة حتى شسمها راح يكون series فهذا سيكون بهذا الشكل المعادلة مات هي اكبر شي لان هي مصدر الطاقة تساوي ال E-Buck هاي اللي هتتولد عندي هنا زائد IA التيار في مجموعة المقاومتين مقاومة ومقاومة تيار اللود ما عدي هنا تيار اللود يساوي تيار و E تساوي K-Phi IA Omega ال Power الفلوماتي مثل ما بالجنراتور طبعا P-Input هناش راح تكون عندي هي V-Terminal السابلاي الان مجهزة بالتيار راح يدخل هاي P-Input اول ما راح تطلع عندي خسارة هي خسائر field رسي حتى خسائر وبعدين خسائر و ورهما اخسر أو راح اوصل لهاي المنطقة هاي نسميها او او شا ساوي لي اي اي باك في تيار او اي ارمتش في تيار ارمتش هاي اخر قدرة كهربائية هس راح تتحول لي الى قدرة ميكانيكية اخر قدرة احنا مودة نحول قدرة كهربائية الى ميكانيكية فهنان electric power electric power نقصت electric power نقصت وصلنا الهنا هاي نسميها gross power اللي هي النقطة الفاصلة بين electric وبين mechanic بين الكفاءة الكهربائية وبين كفاءة الميكانيكية بين electric efficiency وميكانيكية هاي الميكانيكية power او gross power راح تعاني rotation وونج وتطلع بعدين mechanical power بالاوتوت طبعا عدي هنانا عندي هاذا تورك هنانا هاذا قسمة على الاميغي زيان طبعا الاميغي عندي تعرفون احنا السرعة تنقاس اما بالاميغي اما ما بالان ش تساوي الاميغي تساوي تو باي ان ان هي السرعة بال على ستين شطين راد بير سكند فاذا قسم هاي الpower على اوميغي ايه سرعة الشفت سرعة شفت واحدة هو ما تقسم ايه سرعة هنا سرعة بس التورك هنا يختف عن تورك هنا يعطيني التورك هنا الجروس تورك البي اوت اذا قسم على اوميغي راح تطيني الشفت تورك تي شفت اللي هو او او الشفت تورك واللي راح اصلا انا بالشفت هو هذا النهائي اللي احس افاد من عنده هذا التي التورك اللي انا راح يساوي البي اوت على وعندي هنا اه هنا عندي ميكانيكال افيشنسي طبعا هذا سؤال بسيط حسابات بسيطة مطيك الديسي اه موتور هو القدرة ماتة ستة بوينت فايف كيلوات اه باور دي يسحب اه مقاومات الارمتر والفيلد ومطيك ياه اذني ومطيك ستراي لوسز اه ستراي تحسب منه اللي رح اصطير هنا مطيك اياها الفابتة مطيك اياها ميكانيكال وفريكشن كلها مطيك اياها شتساوي كلها مجموحة الف ومائتيين واط او وم بوينت تو كيلواط زين يقول لك يريد من عندك طبعا شتساوي تقسم على 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 ويريد من عندك ال 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 و اش اسمه ال هذا اول مطلب بس تقسم ال على التيار هي 6.5 كيلواط تقسم على التيار تطرح من عندها ال 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 المطلب الثاني مطلعة ال يعني بس حسابات بس عبارة عن سؤال بس حسابات تحسب تطلعت هذا تطرح من عنده ال ال يطلع لك ال P-Out P-Out تتقسم على P-N اللي هو مطيكية راح يطلع عندك منحل السؤال هاي طبعا الاجوبة ماتة هتتأكد منحلك هذا سؤال ثاني بسيط ما بي وبي الاجوبة الشانت موتر نفس الشي بس نفس ال جنريتر هنا عندي فيلد وهنا ارمتر ال كارنت راح يتوزع بين الفيض و تتار الفيض و 저는 قليل هو الأكبر والتيار ال يساوي تتكلم هناك تتكلم يساوي نفس تيار ال أو تيار ال يساوي تيار ال العام ٍ يساوي تيار الز soll علي نساوي تأري Lead plus Field. والV Terminal نساوي iField. الV Terminal هاي تساوي نفس الVolto هناك على Field. سلاأطلع ramن Egg. نقلف conference uh internet. نخسر اول مرة進 scream 이 Fade. December اللي اخسر يطلع لي بالأوت والتيشفت والهاي نفسه نفس اللي كان عندي هذا مثال هم بسيطة على الحسابات بسيطة ما بيشي 今年 شارعكم شوت trad sermon ولدي المحرك بالكمبون طبعا الساسي begins احنا اشرحنا والشنط. ايضا عندنا الكمبوند. كامبوند تعرفون اكو شونج اه لونج اه عفو كامبوند واكو شورت كامبوند. الكمبوند بالتو فيلد. اللي هو هنانا اله راح اله راح اصير بي امبوت. اول ما راح نخسر هو اي اي سكوير ار اي. بعدين راح نخسر الفيلد الاول اللي هو الشنط. اي فيلد. بعدين الفيلد. السيريز اللي هو اي اي. شو عرفت هذا سيريز. هذا شنط لان هذا اي فيلد. اذا اي اي اذا. اذا السيريز. الكبر لوسز كلها اطرحها. اوصل الى الجروس باور الجروس باور اطلع عنده يطلع عندي البي اوت. نفس الشي هناانا عندي جروس ترك وهنا عندي شنو seventy46 لازم اتفرقوا بيناتهم. أناne mechanical torch او نسميه جروس تورك يا اما جروس تورك يا اما راح اشوفوه نعم مكتوب بس بال بال